اهلا بكم متابعينا قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل المسلسلات الجديدة بتبدأ قصتنا مع بنت جميلة اسمها دو كانت بتقيس فستان الفرح بتاعها وبتبعت صورتها لحبيبها لانج بس هو بيكون نايم عند عشاء توي فبتاخد وي التليفون وتصور وهو نايم وبتبعت الصورة لدو وبتقول لها انه نايم معيها في فندق بس هو بيصحى ويعرف انه تأخر على معاده مع دو بس وي بترفض انه هو يمشي بعد كده بنشوف دو بتطبع عليهم في الفندق وبتحاول تضرب وي بس لانج بيدافع عنها فبتضربه بالقلم وبترميله الخاتم في وشه وبتروح على هدوم لانج وي وبترميهم من الشباك بتاع الفندق بعد كده بيتطر لانج وي انهم ينزلوا بهدوم النوم بس دو بتكون واقفة بتصورهم بعد كده بتعرف دو ان لانج ملغاش معاد الفرح وانه هيتجوز وي فبتكرر دو انها تنتقم منه وفي يوم الفرح بيلحظ المعازين من العروسة مختلفة عن اللي موجودة في الدعوة وبيكون لانج ملحقش يغير صور الفرح وبنعرف انه امه هي اللي صممت انهم ميلغوش الفرح وانها كانت بتحب وي اكتر من دو عشان كانت متعلمة احسن وقالت له كمان ان عمه جاي فبيتفاجئ لانج بس امه بتقوله يعامل عمه باحترام علشان هو كبير العيلة دلوقتي وممكن يرقيه في الشغل بعد كده بيوصل عمه وبيكون اسمه شي وبيكون باين انه غني جدا وما فيش حد بيشوف كتير والكل بيتلم حواليه وبتبدأ مراسم الزفاف بس دو بتدخل عليهم بفستان فرح بعدين بتوزع صور لانج مع وي وهم خارجين من الفندق بلابس النوم وتعرف المعزيم ان لانج غشاش وخاين بعد كده بنشوف شي بيغبط فيها وبيبصل بعض باهتمام بس المفاجئة انه هو بيكون نفسه عريز دو وبيتصدم لانج وامه وكل اللي حاضرين في القاعة بعد كده بنعرف ان دو كانت فاكرة شي راجل عادي ولما قبلته برا القاعة اديته فلوس علشان يمثل انه عريسها وبكده تكون غازة لانج بس في الاخر هتتاجئ بحقيقة شي بعد كده بنشوف دو بتطلب انه يعمله حفل زفاف جماعي بس الشي مش بيوافق وبيخلي لانج وعرسته يبعده وياخد الخاتم بتاعها ويقدمه لدو بعد كده بتلاحظ دو ان الكل مصدق الخدعة فبتستغرب وفي الاخر بتعرف ان اللي تجوزها ده هو شي عم لانج ونروح لانج ووي وبيدي لانج ووي غطى بيبسي بدل الخاتم علشان شي ودو بيكونوا خدوا الخواتم بتاعتهم وبنشوف ام لانج بتبص لدو وهي بتجز على سنانها وهطق من الغيز وبتشكر دو شي وبتعتذر منه علشان افتقرته واحد عادي ودته فلوس علشان يمثل وما كانتش تعرف انه عم لانج وانه شخصية مهمة كده وبيروح لانج علشان يبارك لهم بس شي مش بيديوش فلانج بيكون محرج من نفسه بعد كده بيبارك لدو بس شي بيبصله بصة كده فبيكلم لانج دو باحترام اكتر بس دو بترد عليه بكل برود وتقوله شكرا يا ابن اخويا بعدين بياخد شي دو ويخرجه بر القاعة وبتشكر دو شي تاني بس بتهرب وهو مش واخد باله بعدين بتلاقي شي بيبص على ايده اللي بيكون عليها وشم لهلال وبيقول اخيرا التقينا تاني فيطر ايه قصة الوشم ده بعدين بنروح لام لانج اللي بتكون قعدة مع ويه ويه بتقول لها يرديك اللي حصل ده بس ام لانج بتقول لها ان دو طلعت مش سهلة وعرفت تلف على شي في كام يوم بس بس بيجي لها واحد من الخدم وبيقول لها ان دو مراحتش مع شي وانها راحت على بيتها اللي مقجرة فام لانج بتشك ان الجواز ده مجرد لعبة بعدين بنروح للشركة اللي شغالة فيها دو وبتدخل على وانج مدرها في الشغل اللي بيكون نايم بالمناسبة وبتقوله ازاي ويه تكون رئيسة عليها في قسم التصميم بس بيقول لها دي اوامر من نائب رئيس الشركة اللي هو لانج وانه ويه كسبت المسابقة اللي كانت معمولة علشان الترقية ووانج بيوريها التصميم وبيطلع انه تصميم دو وويه سرقته فبتدخل دو على ويه اللي بتكون قاعدة بتتصور وتقول لها اللي عملتي ده فبترد ويه ان انا دلوقتي المديرة بتاعتك وكل التصميمات اللي شغالين عندي تبقى بتاعتي انا وبتقول لها انا عرفت ان الجوازة بتاعتك كانت مجرد لعبة وبتغيس فيها شوية بس دو بترملها الورق بتاعها من على المكتب وفجأة بيدخل لانج عليهم وويه بتمثل ان دو ضربتها بالقلم فبيجري لانج عليها وبيقول لدو ايه اللي عملتي ده فبتقول له انا ما ضربتش حد بس ممكن اضربها دلوقتي عادي فبيطلب لانج من دو انها تعتذر فبتبصله في زهول كده وتقول له انا معاك بقالي سبع سنين وانت عارف اني ما عملش كده بس هو بيصدمها وبيقول لها انا دلوقتي شايفك مجرد وقحة فبتمسكه من البدلة بتاعته وتقول له كان المفروض اعرف انك غبي من زمان بعد كده وي بتعمل نفسها طيبة وابتت مسكن وبتدفع عنده ولانج يا حرام بيصدقها ويقول لها انتي ازاي طيبة كده وبيطلب من دو انها تعتذر وإلا هيعقبها بس دو بتكون عامل حسابها وبتسجل لويه وبتورد تسجيل للانج وهو بيتصدم بس ويه بتعرف تحور عليه في الكلام تاني ودو بتزهق منهم وترملهم التسجيل وتقول لهم انتو الاثنين مقرفين وبعدين بتخرج بعد كده بنشوف دو قعدة مع صاحبتها وبيناموا شوية على وي وبيقولوا احنا ازاي كنا مغدوعين في البنت دي هي ممكن تكون جميلة من برة بس قلبها اسود بعد كده بتقترح على دو انها تعرف عاملانج اللي بيحصل بس بترد دو وتقول لها انها ما قبلتوش غير مرة واحدة وكمان معهاش رقمه وانها تعتمد على نفسها فزملتها بتقول لها اللي في دماغك فدو بترد عليها وبتقول لها هي سرق التصميم مرة بس انا هعمل تصميم تاني وبعد كده تروح تقدم شكوة في الشركة ضد دوي وبعد ما تخرج من المكتب بتلاقي ام لانج في وشها وبتقول لها انها عاوزة تتكلم معيها بعد كده الحرس بياخدها ويودوها على مكتب ام لانج وبنلاقي ويه هناك وبتشاور لدو بصباحة علشان تقعد بس دو بتقول لها نزلي صباحك وقال لها اقطعه لك وبيكون في حد بيتصنط عليهم من الشباك من غير ما يغضو بالهم بعدين بيتصل على شي ويقول له السيدة شين في ورطة اللي هي دو يعني بعدين ام وانج بتطلع الشكوى بتاعت دو وبتقول لها انا ام نائب الرئيس واعرف اجيب اي رسالة منك زي ما انا عاوزة وبتقول لها انا عارفة انك لسه بتحبي ابني وانك عاوزة تلفت انتباهه وبتعرض عليها 20000 وان وتحل عنهم بعد كده بترد دو وتقول لها ان ده مبلغ قليل وبتقول لها ان عندها صور كتير لابنها لو هي عاوزة تشتريهم بس ام لانج بتتعصب وبتكون عاوزة تحذف دو بالطبق اللي قدامها بس دو تمسك ايديها وتحذفها بيفوشها وفجأة بيدخل شي وبيطلب من وي وام لانج انهم يعتذروا لدو ويشاور على وي ويقول لها اخرجي من عائلتنا بعدين بياخد دو ويخرجه وبيوصل دو وبيديها رقم وبيقول لها لو ديقوكي تاني اتصل بيا فبتستغرب وبتقول لها انت ليه بتعملني بلوط في كده فبيقول لها انت تعتبر مراتي دلوقتي وبيحاول يوسيها بس هي بترفض بعد كده بنشوف دو قعدة في البيت وبتلاقي الست اللي سكنة معاها لمت شنطتها وبتسيب البيت علشان وي اشترته فبتتعصب دو بعد كده بتنوي انها تنتقم من وي بعد كده بنروح للشركة ولانج وي بيدخل المكتب والغريبة انهم بيلقوا المكتب بيلمع وبتكون دو هي اللي منظفها ولانج بيبص ليو ويقول لها ان دو رجعت لعقلها ومش لازم نعقبها بعد كده بيمسك ايد الاتنين ويخليهم يسلموا على بعض وبيسيبهم وبيمشي بس وي مش بتبقى مقتنعة وحسن الموضوع في ان بعد كده بتمسك دول ممسحة وتضرب وي على وشها وتقول لها رجعيلي تصميني وبتقول لها مش هتعرفي تثبتي اني ضربتك بعد كده بنروح للانج اللي كان بيتكلم امه في التليفون وبتقوله انه عمه جاي اتعش عندهم وانه لازم يكون موجود بس فجأة بيسمع صوت عيلي وبيلاقي وي ويدو عماليني يندهو عليه وكل واحدة بتقول ان التانية ضربتها ودو بتحط علامات ضرب على وشها بالروج وبتكون بتعرف تمثل كويس قوي وفجأة بيوصل شي وبيقول مين اللي يجرؤ على ضرب مراتي بعد كده بيروح وبيقول له انها مفصولة وهو غطبان وبياخد دو بيروح على مكتبه ودو بتقوله ما كانش المفروض تعمل كده وبتمسح الروج من على وشها فبيقول لها ابقى مراتي وكل حاجة تبقى كويسة بس هي بتسيبه وبتمشي بس قبل ما بتخرج بينده عليها ويقول لها مش عاوزة ترجعي تصميمك كل اللي عليك بس انك تبقى مراتي لمدة 3 شهور بس فبتوافق وتقوله هتساعدني ازاي بعد كده بنروح الاجتماع في الشركة وكل الشخصيات المهمة في الشركة بتكون حضرة وكمان وي ويدو بيبقوا موجودين وشي بيعرض مشكلة التصميم اللي وي سرقته على كل بعد كده الشي بيقول لهم معاكم 15 دقيقة ترسموا فيها نفس التصميم بس تصميم جديد واللي هتعرف ترسم هي اللي هيكون التصميم بتاعها فبتتدايق وي وتطلب من لانج انه يتدخل بعد كده بيقف لانج ولسه هيتكلم فبيبصلوا شي بص حده فبيقعد لانج من تاني من سوكات واول ما اللي اتنين بيخلصوا رسم بيكتشفوا انه وي سرقت تصميم دوب جد ولانج بيتفاجئ وبيقول لها انتي ازاي بتعملي كده وشي بيفصل وي نهائي من الشركة وبيخلص الاجتماع بس قبل ما دو تمشي شي بيقول لها ما تنسيش اتفاقنا فبتقوله اكيد هات فلوس بقى علشان ايجار البيت فبيقول لها ما تيجي تقعودي عندي احسن بس هي بترفض فبيقول لها لو حضرتي بكرة العشاء العائلي اللي هيتعامل في البيت هديكي عشر تلاف يون فبتوافق بعد كده بنروح لام لانج وبتكون قاعدة معوي وبتقول لها ازاي شي بيترودك كده عايزي قدام الكل كده عيبة في حق ابني بعد كده وي بتقول لها دو هي السبب عرفت تلف دماغشي وابنك هو اللي هيكون عليه الدور بعد كده بعد كده ام لانج بترد وتقول لها لازم اوريك العين الحمرة بكرة في العشاء بعد كده بتوصل دي هي وشي لبيت العيلة وتبقى متوترة بعد كده بتقول لشي اللي هيحصل ايه لو عملت اي حاجة غلط فبيقول لها اخصم منك الفلوس عادي وبيشوف وي ولانج اللي كانوا وصلوا قبلهم بعد كده بتغبض وي في دو وبتكون عاوزة توقعها في المية بس وي اللي كانتها تقع والسندوق اللي في اديها هو اللي وقع وكانت فيه دي غالية وبتكون جايباها لام شي بعد كده بنروح للصفرة وي وي كانت لسه هتقول لام شي على اللي حصل بس دو بتزقها على جنب انا مرات ابنك شي وبتقول لها معلش ان كل ده حصل بسرعة من غير ما نقولك بس ام شي بتفرح وبتقوله ازاي ما عرفتنيش وبتقول لدو انها جميلة جدا بس دو بتخبي وشها وتعمل مكسوفة بعد كده ام لانج بتحاول توقع بينهم بس ام شي مش بتاخد بكلامها بعد كده ام شي بتقول مين اللي بيغلط في مرات ابني فكل الحاضرين بيشاوروا على وي بعد كده بتطلب ام شي من وي ولانج انهم يقدموا تقوس الجواز لعمه فبيقوموا هم مدغزين ويرقعوا لشي ودوه ولما يخلص اليوم بنشوف شي ودوه في العربية وبيطلب منها انها تبقى امراته بقى بس هي بتصده وبترفض وبتطلب منه الفلوس بعد كده بتروح دوه بتأجر بيت وبعد كده بتلاقي شي طالع من حمام السباحة فبتغبطه بالشنطة اللي في ايديها في وشه فبيقول لها البيت اللي انت مأجرادة بتاعي بس هي بترد عليه وتقول له مش مشكلتي ويلا اطلع برة بس هو بيوريها نص العقد اللي هي لسه مضيع لي انه يحق لصاحب البيت انه يعود مع المستأجر فبتغضب بس هو بيوريها قوضة مجهزها لها وبيكون حاطط فيها كل تصميماتها فبتبتسم بعد كده بتقول له انا اخري معيك 3 شهور ومشوفش وشك تاني بعد كده بتنام على نفسها وهي شغالة في قضتها فبيدخل عليها شيء وبيكون ورا ودنها علامة الهلال اللي شبه اللي مرسومة على ايده فبيتبسط وتاني يوم بتروح شيء للشركة وبتكون فرحانة بالترقية الجديدة بس لانجي بيقابلها وبيعتذر لها وبيقول لها ما كنتش عرف انه سرق تصميمك وبيديها مفاتيح الشقة اللي كانوا المفروض هيتجوزوا فيها وبيقول لها انه هيكتبها باسمها بس هي بترفض بس شيء بيشوفهم وبيكون غيران جدا وبيحط قدامها 36 مفتاح وبيقول لها دي مفاتيح كل شقائي وبتكون في سبع دول مختلفة وبيقول لها اختاري لتعجبك واقعودي فيها بس هي مش بتوافق وبتسيبه وبتمشي فبيتحصب وبيفضل طول الليل يفكر في اللي حصل وبيكون خايف للينجي ياخدها منه فبينقل لينجي من فرع الشركة بتاعها وبيمسك هو الفرع ده علشان يبقى جانب ده ولما تروح تاني يوم بتتفاجئ لانها مش عاوزة حد يعرف انهم متجاوزين وبيعزم كل الموظفين بمناسبة ترقية ده بس ده بتحاول تتهرب بس بعد محاولات من شي بتوافق في الآخر وفي الحفلة بتطلب من شي انه ما يقولش حاجة عن علاقتهم للموظفين بعد كده بتسمع اثنين من الموظفين بيتكلموا عليها وبيقولوا ان دي مجرد بنت مادية لما ما عرفتش توقع لانجي بدأت تلفى على عمه بس ده بتروح وتزعق لهم والشي بيوصل فالبنات بيقولوله انها بتستغلوا بس هو بيردوا ويقولهم براحتها ملكوش دعوة وبيطلب منهم انهم يقدموا استقالتهم وإلا هيرفدهم بعد كده بيروح وردوا علشان يصالحها بس هي بتبقى متضايقة وبتمشي بعد كده بنشوف ويه بتكلم لينجو وبتقوله ازاي انتقلت بالسهولة دي بس هو بيقولها ما تدخلش في حاجة ما تخصكيش وانه ندمانه انه ساب دو وارتبط بوحدة زيك فبتتدايق وتقرر تنتئم فبتروح على مكتب دو وتألف في اورقها وبتلاقي تصاميم جديدة وتسرقها تاني يوم بتوصل دو الشركة وبتلاقي الموظفين بيحتفلوا بمناسبة ناجح تصميمات المجوهرات بتاعتها وبيكون دا من تخطيط شي وبيقدم لها بوكي وارد وعقد من مجموعة المجوهرات الجديدة بس بيدخل عليهم وينج ويزدمهم ان شركة منافسة اصدرت نفس التصاميم بتاعتهم فالكل بيتهم دو انها صربت التصميمات بس دو بتنكر وبتطلب وقت علشان تثبت ان دي تصميماتها وشي بيقولها انا معاكي في اي حاجة بعد كده بتروح هي وشي على بيتها القديم في قريتها وبتدور على التصاميم بس مش بتلاقيها وبتحكي لشي عن طفولتها فبتقوله ان عائلتها ماتت وهي صغيرة وان جدتها هي اللي ربتها وان في حد طيب بداها منها علشان تكمل دراستها وان نفسها تقابل قوي وبتقوله تعالي عرفك على صديق التفولة بتاعي بس بيلاقيها افورت في القرب منه فبيغير وبيبعدهم عن بعض وبيقول لها ان دفتر التصميم بتاعها معاك وبيقول لها لو عايزت دهولك تبقي حاببتي بس الشي بيتصدم من اللي سمعوا وبيفضل لازق معاهم وبيتحدوا بعض مين اللي يتقرب لدو اكتر وبيتقل شي في الشرب حابتين وبعد كده شي بيتعصب ويقول لصاحب دو ان دي مراطي اصلا بس بعد كده بيلاقي ابن الراجل دخل عليهم وبيعرف ان ده كله هزار بعد كده بتاخد دو دفتر التصميم وتاخد شي لشجرة وتقول الشجرة دي مهمة جدا بالنسباني لاني قضيت فيها فترات فرحها وحزنها فبيحضنها شي وبيقول لها ما تعتبريني مكان الشجرة دي وحبيني زيها بس هي بتقول انه سكران فمش بتركز في كلامه بعد كده بتاخدوا البيت وتنيموا على السرير وبتنام هي على الكنبة بعد كده بيقوموا بيبص على الشهادات بتاعتها وبيفتكر الماضي وبنعرف انه هو الراجل اللي ادى المنحة لدو وانها كانت بتبعث له رسائل وتعرفوا انجازاتها وبتوعدوا انه اكيد هيجي يوم ونتقابل بعد كده بيبص عليها وهي نيمة وبيقول لها هفضل احبك ومش هسيبك مهما حصل في نفس الوقت بنشوف وي بتتكلم في التليفون وكانت بتكلم حد من قرائبها وبنعرف انها هي اللي صربت التصميمات وبتتفق مع قرائبها على خطة علشان يكملوا انتقامهم بعد كده بتوصل دو مؤتمر صحفي علشان تثبت ان دي تصميماتها وبتوريهم نسخة للتصميم القديم وانها كسبت بيه جايزة مشهورة ولو بحسوا عن الجايزة هيلقوها باسمها هي بس صحفي بيطلع وبيقول ان الموقع اللي هي بتتكلم عليه ده ملهوش وجود وبنعرف ان وي هي اللي اخترقت الموقع بمساعدة قاربها وكمان اخفته بعد كده بيطلع الصحفي صورة لها هيوشي في البيت وبيقولهم انكم على علاقة سرية عشان كده شي مشغلك في الشركة مع ان سنك صغير بس شي بيرده بيقوله اوقف عند حدك علشان اللي بتتكلم عنها دي تب امراتي وما ينفعش تدخل في خصوصيات حد كده وبيطلع له نسخة قديمة من مجلة بتقول ان دو هي اللي كسبت الجايزة عن تصميماتها وبيقول شي للصحفي انت قريب وي وبيحرج الصحفي بعد كده بتمشي دو وهي محرجة من غير ما تقول ولا كلمة وبيكون شي قاعد مع السكرتير بتاعه بيقوله انه قلقان على دو فبينصحه انه يعترف لها انه بيحبها ويريح دماغه في الوقت ده دو بتكون قاعدة مع صحبتها وبتقول لها بقى تبقي متجاوزة شي من غير ما تقوليلي فبترد دو وتقول لها ده جاوز تمثيل بس فبتقول لها صحبتها انتي بتحبيه بس دو بتقول لها لأ بعد كده بتجالها رسالة من شي وبيقول لها انه عاوز يقابلها بكرة فبتتبصد دو وصحبتها بتبصلها بخبس وبتقول لها بقى برضه ما بتحبيهوش بعد كده بنروح للينج اللي بيكون بيتخانق معاوية علشان سرق التصاميم دو وبتقول له انا عملت كده علشانك فبيقول لها انا عاوز اطلقك وانتي تجوزتيني بس علشان فلوسي فبتبصله بغل وبتنوي تنتقم منه بعد كده بنشوف شي اللي بيكون بيتدرب مع المساعد بتاعه ازاي هيقدم الخاتم لدو في الوقت ده لانج بيتصل على دو بيعتذر منها وبيقول لها انه هيطلق وي وانه عاوز يرجع لها من تاني بس هي بتقفل السكة في وشه وبعد كده دو بتخرج من بيتها علشان تروح لشي بس في عربية بتكون مستنياها وبتجري عليها علشان تخبطها بس لينج بيظهر فجأة وبينقذها وبيتخبط هو مكانها فبتاخد دو على المستشفى وهناك بتوصل وي وام لانج والدكتور بيقول لهم ان الحالة خطيرة جدا وانه في غايبوبة وممكن مايفوقش منها وي بتقول لدو انت السبب وبتكون عاوزة تضربها بس الشي بيظهر وبيمسك ايديها وبياخده وبيمشي وفي الطريق بتقول دو لشي ان الحادثة دي مدبرة وانه كان في حد عاوز يقتلها هي وبيعودوا مع السكرتير بتاع شي وبيقولوا ان العربية اللي خبطت لانج مش متسجلة وانهم هيحتاجوا وقت علشان يعرفوا تفاصيل اكتر بس شي بيطم من دو بيقول لها انه هيعرف مين اللي عمل كده وفي المستشفى بتسخن وي ام لانج ضد دو وتقول لها ان دو اخر واحدة مكلمة لانج وانها هي وراء اللي حصل فبتصدق ام لانج وبتنوي تنتقم من دو بعد كده وي بتكون لوحدها في المستشفى فبتكلم السواء اللي خبط لانج وبتكون عاوزة يختفي علشان محدش يعرف يوصله بس السواء بيسألها على اسمها فبتقول له انا دو بعد كده شي بيجيب اربع حراس لدو علشان يحموها وبتجيلها مكلمة من ام لانج وبتقول لها ان لانج فاء فبتروح للمستشفى بس بتلاقي لانج لسه زي ما هو وام لانج بتحاول تقتلها بس دو بتقول لها انا ما عملتش حاجة والبلويس بيدخل ويقول انهم لقوا السواء بتاع الحادثة وانه اعترف ان دو هي اللي حرضته فام لانج بتحاول تخبطها بالسكينة بس الشي بياخد الضربة مكانها وبيتعور في دراعه بس لانج بيفوقه ويقول ان دو ما لهوش علاقة بس البوليس بياخد دو برضو بعد كده بتروح ويلي لانج في المستشفى وتقوله انا عملت كل ده علشانك بس انت اللي غلطان انك راميت نفسك قدام العربية وبتقول كمان انها قالت للسواء ان اسمها دو بس البوليس بيدخل وبيقبض عليها وبيكونوا مسجلين كل اللي حصل وبيتقبض عليها والكل بيبقى مبسوط بعد كده بياخد شي دو وبيروحوا البيت وهناك بتشكره على انه انقذها واخدت ضربة مكانها فبيقول لها انه هيفضل يحميها طول عمره وتاني يوم في الشركة بتلاقي المدير بيعملها بكل احترام فبتقوله انه يعملها عادي زي بقية الموظفين وبتسيبه وبتمشي وبتكون متضايقة انه كل الناس بيعملوها معاملة خاصة وفي البيت بيروح لها شي بحبك من اول يوم تجاوزنا فيه وبيطلب انها تخرج معاه ثلاث مرات بعدين تقرر هترضى بي ولا لا بعد كده بنروح للانج وي اللي بيكون طلعها من السجن وبيقول لها توقع على ورقة الطلاق وبيسيبها وبيمشي بعدين امه بتروح لها وبتديها بالقلم وتقول لها انت كنت يا هتموتي ابني بس وي بتترجوها تسمحها وتقول لها تديها فرصة تانية وانها هتساعد لانج انه يبقى مدير الشركة بدل شيء اللي عمال يمرمط فيه ليل ونهار وامه لانج ايه ما بتتوساش في الشر وبتوافق تاني يوم بيكون شيء بيجهز مع المساعد بتاعه كل حاجة علشان الخروجة الاولى معدوه وبيكون مأجر لها مطعم لوحدهم وجاي بواحدة تعزف وحد يرقص لهم بس ده كله مش بيملعنيها ولا دماغها وهو بيزعل ان اول مرة فشلت بس بيوعدها انه هيعمل اقسم عنده علشان المرات الجاية تنجح ووي بتكون بتصورهم وهي متنقرة وشكلها كده نوية عشر بعد كده بنروح الشركة والمدير وانج بيقول لها انها ممنوعة من المشاركة في التصميمات الجديدة علشان كانت متهمة بالسرقة في تصميمات قبل كده فبتقوله انها اثبتت برائتها بس هو بيعتذر منها وبيقول لها ان الموضوع لسه مخلص فبتتدايق بعد كده بتروح مكتبها ولانج بيدخل وبيديها التصميمات اللي ووي سرقتها وبيقول لها لو عمي زعالك في اي حاجة انا موجود ولسه بحبك فبتتعصب عليه وبتطرده ولما بتروح البيت بتلاقي شي مجاهز علشان يخرجه في المقابلة التانية فبتوافق وطول الطريقة عمال يقول لها انه مجهز لها مفاجأة وبعدين بيوصله وبتلاقي موديها مزاد خيري فبتتعصب وبتكون عاوزة تمشي بس بتغير رأيها لما بتعرف ان المزاد عن المجوهرات وبعدين بيجي تلات ستات وبيعصبوا دو وبيقولوا لها اني شي كده كده هيسبها علشان فقيرة بس دو بتعرف ترد كويس وبعد كده بيبدأ المزاد وتكون ست من التلاتة قعدة وراء دو طول القعدة عمالة عصف في دو وتقول لها انت فقيرة ومش هتعرفي تشتري حاجة بعد كده بيظهر حلق من تصميم دو وبيكون سعره خمس تلاف يوان فالست بتقول ده سعر قليل قوي وكده كده محدش هيشتريه بس بتتفاجئ لما بتلاقي الناس مهتمة بالحلق وعملين يعلوا في السعر لحد ماشي في الاخر بيشريه بعشر مليون يوان وبيقدموا هدية لدو قدام الكل وبيقول انها بالرغم انها جاية من قرية فقيرة الا انها مصممة شطرة ومجتهدة وقدرت توصل لمكانة كبيرة والكل بيسقف لها الا الست المنفسين اللي كانت قاعدة وراها بعد كده دو بتقولي الشي ان حرام يخسر الفلوس دي كلها في خاتم فبيرد ويقول لها انه بيعمل كده علشان خاطر يدعمها وانه عاوز تتشهر علشان تدخل المسابقة اللي عاوزها وبيقول لها انه مخسرش فلوس علشان كده كده هتروح لتعليم البنات الفقرة بعد كده بتشوف العلامة اللي على ايده فبيقول لها ان العلامة دي بتفكره بحد مميز فبتقوله اوعد كنت بتفكرك بحبيبتك السابقة بس مش بيرد عليها بعد كده بتروح البيت وبتبقى مش عارفة تركز وبتفكر في كلام الست بتاع المزاد والعلامة اللي شبه العلامة اللي ورودناها بعد كده بتروح علشان تنام بيتلاقي الشي جايب لها هدية وبتكون فستان وبيكون سايب كارت وقايل لها انه مستنيها في الفندق علشان المعادة التالت والاخير لهم فبيروح الفندق من بدري وبيكون مجاهز كل حاجة والطورتة كمان بيكون حاطت فيها الخاتم والمساعد بتاعه بيشجعه بيقوله المرات دي هتنجح وهي كمان هتعترف لك بحبها بس بيتفاجئ لما بيلاقي حبيبته السابقة دخلت عليه وبتبقى لابسة فستان شبه بتاع دو بتجري عليه وبتحضنه وبتقوله انت وحشتني قوي وانا رجعت لك اخيرا في الوقت ده بتدخل دو بس حبيبة شي بتعرفها بنفسها وبتقول لها انا كنت مسافرة بس خلاص رجعت وانا وشي هنتجوز اخيرا واما عن حوار جوازك انت وشي فهو مجرد تمثيل وانت اصلا واحدة فقيرة وهو مستحيل يبص الواحدة زيك وبتديها الشيك وتقول لها ده تعويض ليكي ويلا بقى سيبينا ومشي ومش عايزين نشوف وشك تاني وبتوريها علامة الهلال اللي على قديها وبتقول لها انه هم عاملينها من ساعة ما كانوا مرتبطين ببعض وبيحطنها شي فدوب تتعصب وبتمشي والشي بيروح وراها بس مش بيلقيها في اي حتة وبيتصل بيها بس هي مش بترد وبنعرف انها لمت حاجتها علشان ترجع لقريتها تاني في الطريق بتتصل بيها صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل وانها مستحيل تصدق اي راجل تاني خصوصا العيلة التوكسك دي اللي كلهم كذبين بعد كده بنلاقي سيكرتير شي بيتكلم مع ذو بيقول لها ان شي عامل حدثة وهو دلوقتي في المستشفى وفي حالة خطر بس هو اصلا سليم وبيعمل كده علشان تقلق عليه وترجع وفعلا بتنجح الفكرة وبتروح دول مستشفى والدكتور هناك بيقول لها ان حالته خطيرة وانه المفروض تقعد جنبه علشان تقتني بي فبتوافق وبتفضل جنبه وتقول له يلا خف بسرعة علشان لو ما خفتش هشوف حد تاني او سمنك ارتبط بي بس هو بيفوق ويرد عليها ويقول لها خليكي جنبي وما تسبنيش فبتتفاجئ وبتقول له فقته بالسرعة دي فبيقول لها الحب بيعمل المعجزات وشي بيبقى مبسوط جدا وبيبدأ يخطط هو والسكرتير بتاعه هيعملوا ايه بعد كده علشان يقرب منها تاني وبيجي معادل اكل والشي ما بيكونش عارف ياكل ايه فبيطلب من دو انها تأكلوا باديها فبتقول له هات حبيبتك السابقة تأكلك فبيحكي لها بقى على حقيقتها ويقول لها انها مريضة نفسيا وانها سفرت برا علشان تتعالج وانه لما حضانها كان بيحاول يهديها عشان كان ممكن تقزي دو فدو بتقوم وتقول له انا مش مصدقك ومش عاوزة ارجعلك فبتتفاجئ بيه بيمسكها وبيشدها نحيته فبتقوله ما انت سليمة هو وكذبت علي ويسابته ومشت بس هو بيزحف وراها علشان يحصلها بعد كده النور بيقطع وبتحصل حالة صدمة لشي ومش بيبقى عارف يسيطر على نفسه وبيقع على الارض بس دو بتيجي وبتنقزه ولما بتشوف الموقف ده بتفتكر انها قبلته لما كان صغير وكان حصل معاه نفس الموقف برضو وكان كمان في المستشفى ومن ساعتها وهم اصحاب وقالت له على علامة الهلال اللي ورودناها ورسمت له وحدة زيها على ايده وقالت له كمان انها تفضل جنبه وتحميه بس الشي بيقول لها انا كده هرد جميلك ده ازاي فقالت له اوعدك اننا هنتجاوز لما تكبر فبيودعها شي بعد كده بنرجع تاني للمستشفى ويحضن شيدوه وبيكون فرحان انها افتكرته اخينا وبيقول لها انا عملت الوشم ده على ايدي علشان افضل فاكرك دايما وما انسكيش وانه هافضل يحبها طول عمره لحدا ما قبر وفضل يحبها برضو فبتقوله طالما بتحبني طول الفترة دي ما دورتش ليه علي بقى بعد كده بنعرف ان شي كم مسافر ولما رجع حاول يدور عليها علشان يتجوزها وكمان علشان يعرفها انه هو الراجل اللي اداها المنحة فبياخد بوكي وارد وبيروح النادي اللي هي بتتدرب فيه بس لقاها مرتبطة بلينج فزعل وقرر انه يبعد بعد كده بنلاقي شي بيوعدو تاني انهم هيتجوزوا زي ما وعدوا بعض وهم صغيرين وفي نفس الوقت بنعرف ان وي هي اللي ورا ان حبيبت شي القديمة تروح له الفندق وتبوز الخروجة التالتة بينه بندوق وما سكتتش على كده ولسه بتخطط لمصايب تانية وتاني يوم بيطلع خبر في التلفزيون ان شي راجع لحبيبته القديمة وان جوازه من دو كان مجرد تمثيل وده بيأثر على صمعة شركته واسهمها ايمتها بتقل وبيخسر واحد ونص مليار يون بعدين بنروح للاجتماع مهم في الشركة وما حدش عاجبه اللي بيحصل فأم لانجي بتستغل النار اللي قيمة وبتقول ان شي مدير فاشل وانه ما يستحقش انه يبقى الرئيس وبيدوله مهلة ثلاث ايام بس علشان يعوض الخسائر ويرجع الواحد ونص مليار اللي طاروا في الهوى واللي هيشلوا من منصبه ويجيبوا حد يمسك مكانه بعد كده حبيبته القديمة بتقابله وتقولوا انها مستعدة تديه للواحد ونص مليار بس يرجع لها تاني والشي بيرفض وبينلاقي الصحافة بيطار تدوه في كل حتة وبيسألوها عن حقيقة جوازها المزيف بس شي بيظهر وبيقولهم انه هو اللي اكبرها تتجوزه وانه مستقيل من ادارة الشركات بعد كده بياخدها الحديقة علشان يقابلها في الموعد التالت ليهم بس كل الناس بتكون عينهم على دوشي وبيصوروهم وبيقولوا لهم بطلوا تمثيل بقى احنا عارفين انه جوازتك مزيف بعد كده دو بترد وتقولهم ما يخصكوش وبتبوش شي قدامهم وبيكون متفاجئ بعد كده بيرجعوا بيتهم وهم فرحانين بس بيتفاجئوا ان حبيبته القديمة لازقاله في كل مكان وبتقولوا يلا بقى علشان نتجوز فبيقول لها الشي انه مستحيل يتجوزها علشان بيحب دو وهيتجوزها فبتتفاجئ وبتدخل في حالة صدمة وتفضل تصرخ بس دو بتروح لها وتاخدها في حضنها وتحاول تهديها بس هي بتصرخ وبتقولهم انا عاوزة وي دلوقتي حالا والامور بتتضح دلوقتي انه وي هي اللي ورا كل المشاكل اللي حصلت دي والتلات ايام بتوع المهلة بيخلصوا وبيعملوا اكتماع تاني وام لانج بتروح وهي فرحانة ووثقى ان الشي مش هيعرف يتصرف وان ابنها هو اللي هيكون الرئيس مكانه بس يا حرام بتتصدم لما بتلاقي وي اعترفت بكل حاجة قدام دو وشي وقالت لهم انه ام لانج شركتها في كل المصايب دي وانها السبب ان كمان الشركة تخسر علشان يمشو شي وابنها يبقى هو الرئيس وبتقول لها ان انا طبعا مش هاخش السجن الوحدي ولازم احبسك معايا فبيدخل البوليس وبيقبض على وي وام لانج وبعدين شي بيطرد لانج من الشركة وبيقول له مش عاوز اشوف وشك تاني وبعد كم يوم بتشارك دو في مسابقة المجوهرات اللي كان نفسها تكسبها وكمان بتكسب وبتاخد المركز الاول بعد كده بتطلع على المصرح قدام الكل وبتحكي عن القصة اللي الهمتها وان كان فيه شاب بيخاف من الظلمة وهي انقذته ووعده بعض بالجواز وانها فكرة الوعد ده ولسه بتحبه وبتطلع الخاتم وبتقدم لشي قدام الكل فبيرد عليها وبيقول لها طبعا وقفة اتجوزك كده يبقى انتهى مسلسلنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لك كل جددنا